لسه مع كابتل خالد العودي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي اللي أكد كمان إتمام التعاقب مع الأرماني هارير جاسبريان لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول للجنباز رجال خلال الموسم الجديد وأوضح العودي أن النادي أتم تعاقده مع هيرو لمدة موسم واحد في إطار خط التدعيم كافة فرق النادي بالخبرات التدريبية المميزة من أجل المنافسة على حصات كل البطولات مؤكداً أن المدير الفني الأجنبي لديه من الخبرات ما يجعله قادراً على تطوير مستويات اللعبين فنياً وبدنياً وتحسين أداءهم خلال المنافسات برضو بشيد بالكابتن خالد العودي اللي مش متأخر مع كل الألعاب مهمة النشاط الرياضي في النادي الأهلي صعبة جداً خصوصاً بعد موسم انت حققت فيه إنجاز كبير قوي موسم كل الفرق الجمعية سواء كرة قدم أو كرة يد أو كرة طيرة أو كرة سلة كلهم هيروحوا كاس عالم للأندية تمتخيل؟ يعني هي باستثناء كرة القدم بس اللي بره النشاط الرياضي أنت حققت تارجة النشاط الرياضي أنه هو يرفع اسم النادي الأهلي في كل المحافل العالمية وده مش سهل ومش مهمة بسيطة وبالعكس بقى بالألعاب التانية كمان الفردية بالألعاب الكرة المية بالحاجات دي كلها لأ أنت عامل إنجاز كبير جداً 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 تفخر بنفسك فيه وهيبقى من الصعب جداً أن أنت ما تحفظش عليه لازم تشتغل كتير عشان تحفظ عليه يعني لازم تبقى شغال على نفسك في كل الألعاب في كل المنافسات عشان تكون جاهز لأن أنت تكمل اللي أنت عملته الموسم اللي فات حقيقة حاجة عظيمة جداً 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 يعني ترجمة نانسي قنقر